كلنا عارفين انه طلاب كلية الطب عموما بيحتاجوا طول الوقت في دراستهم وفي الدراسة العملية والتدريب ان هما يتدربوا ويتعاملوا مع جسم الانسان سواء في محاضرات التشريح او في كل فروع الطب الاخرى ده شيء طبيعي كلنا عارفينه وعارفين حتى لما بيكون عندنا ابن او اخ في كلية الطب بيبقى معايا بقى جسم الانسان ويبقى معايا جمجمة وحاجات وبيبقى يزاكر والتشريح كل ده معروف وكلنا عارفين طب اسنان من طبعا الطلبة لازم يتدربوا فيها كمان على حالات بشرية ما هو فرع من فروع الطب المفاجأة بقى اللي احنا عايزين نكلمكم فيها خلال الايام اللي فاتت انتشر خبر الخبر بيقول ايه عن اغلاق كلية طب اسنان جمعت ضمنهور بسبب تدريب الطلاب على جموسة ايوا على جموسة بغض النظر نصدق الخبر ولا الخبر مش سليم لكن كان صادم ومسير للجدل وانتوا عارفين دلوقتي انه الاخبار دي لما بتنزل بتبقى فعلا مسيرة للجدل لكن الحقيقة الكلية يعني هي نفسها يعني بتحتاج وبتقول انها بتفتقر يعني ده كان رد من الكلية قبل كده ان هي المعامل قليلة الادوات الطبية اللازمة مش متوفرة طول الوقت